السلام عليكم ورحمة الله وقال وما هو هذا الإلحاد الجديد؟ وهل يوجد أصلاً إلحاد جديد؟ وما الفرق بينه وبين الإلحاد القديم؟ إذا أردنا أن نتحدث عن الإلحاد الجديد كمصطلح ظهر لأول مرة بهذا اللفظ فقد ظهر سنة 2006 في مجلة وارد في مقال نشره الباحث غاري وولف بعنوان The Church of the Non-Believers كنيسة غير المؤمنين هذه كانت أول مرة يظهر فيها الإلحاد الجديد بهذا اللفظ وتحدث فيه عن ثلاثة رموز من رموز الإلحاد الجديد عالم الأحياء البريطاني ريتشارد دوكنز واعتبره أيقونة الإلحاد الجديد أو مصباح الإلحاد الجديد فقال ريتشارد دوكنز The Leading Light of the New Atheism Movement ثم تحدث عن دانيل دينيت الفيلسوف وكذلك عالم الأعصاب الأمريكي سام هاريس فهو اعتبر هؤلاء الثلاثة هم الذين يقودون ويحركون عجلة الإلحاد الجديد وهؤلاء الثلاثة إذا أردنا أن نضيف إليهم هيتشنز فسوف يصبح عندنا ما يصطلع عليه بالفرسان الأربعة فهؤلاء كأنهم الأنبياء الأربعة الذين جاءوا للتبشير بدعوة الإلحاد الجديد بعد سنة 2006 أو بالضبط بعد مقال غاري وولف شع هذا المصطلح أقصد مصطلح الإلحاد الجديد ففي نفس السنة في مقال على موقع ألبرت مولر نشر مقال آخر بعنوان The New Atheism الإلحاد الجديد ثم بعدها صار هذا الإصطلاح شائعا ومعروفا نحن الآن نتحدث عن ظهور الإلحاد الجديد كلف وكمصطلح لكن الإلحاد الجديد كظاهرة وكحركة ظهرت في المجتمع أو ظهرت في العالم فلا بد أن نرجع للأسباب التي يذكرها المتخصصون حول ظهور الإلحاد الجديد المتخصصون في هذا الملف يقولون أن أبرز أسباب الإلحاد الجديد هي أحداث 11 شتنبر فهم يعتبرون أن هذه الأحداث كانت مؤدية لظهور ما يصطلح عليه بالإلحاد الجديد ذلك أن هؤلاء الذين يبشرون بالإلحاد الجديد يعتبرون أن الدين خطر على البشرية وأن الأديان عموما والدين الإسلامي خصوصا من شأنه أن يدمر الحضارة وأن يدمر المجتمعات وأن يدمر البشرية والدليل هو أحداث 11 شتنبر هكذا يقول المتخصصون لكن في نظري شخصيا أعتقد أن الإلحاد الجديد كان حتمية اجتماعية يعني كان سيظهر لا محالة وأحداث 11 شتنبر هي فقط القطرة التي أفاضت الكأس فهو كان سيظهر سيظهر لأسباب أخرى عديدة منها مثلا العولمة أن العالم أصبح معولما والفلسفات المادية التي تفشت وصارت في المجتمعات والسياسة العالمية التي أصبحت اليوم تحكم وكذلك ظهور النزع العلموية أو بالأحرى إعادة بت الروح في النزع العلموية وإعادة نعش النزع العلموية التي ظهرت فهذه كلها وغيرها إضافة إلى أحداث 11 شتنبر كلها كانت من الأسباب المؤدية لظهور الإلحاد الجديد إذا أردنا أن نتحدث عن بروز الإلحاد الجديد وعن رموز الإلحاد الجديد وعن اللبنات الأولى التي كانت مؤسسة لهذه الحركة العالمية فلا بد أن نرجع للمقال الأول الذي نشره ريتشارد دوكينز سنة 2001 على مجلة فريتاف الفكر الحر بعنوام Time to Stand Up وقت الوقوف في هذا المقال الذي صدر في تزامن مع حدث 11 شتنبر نشره ريتشارد دوكينز قال لقد حان الوقت لنغضب حان الوقت لوقف إطلاق هذه النار من حولنا ليس ضد الدين الإسلامي فقط بل ضد جميع الأديان يعني هذا كان المقال الأول بعدها بدأت تظهر مؤلفات كانت حجر أساس قام عليه سقف الإلحاد الجديد سنة 2004 أصدر عالم الأعصاب الأمريكي سام هاريس كتابه End of Fight نهاية الإيمان سنة 2005 أصدر الفيلسوف فرنسي ميشيل أونفري كتابه بالفرنسية La Treti the Theology نفي اللاهوت سنة 2006 سيصدر الكتاب الأشهر الذي يدعو للحاجة الجديدة وهو The God Delusion وهم الإله بريتشارد دوكينز بعده ستظهر مؤلفات هيتشينز ومؤلفات دانيل دينيت الله الفردية الباطلة كذلك الله ليس عظيما كيف يسمم الدين كل شيء How religion presents everything فبعدها بدأت هذه المؤلفات تنتشر بسرعة فظهرت مؤلفات ريتشارد دوكينز هيتشينز مؤلفات فيكتور ستينجر مؤلفات ديفرد سلفرمان مؤلفات آيان حيرسي علي بعد 2004 انتشرت هذه المؤلفات بكثرة وبوفرة وأصبح الدين عموما جميع الأديان تنتقد بشدة من طرف هؤلاء الأنبياء الذين يبشرون بدعوة الإلحاد الجديد هذا كان باختصار عن نشأة الإلحاد الجديد وعن سنة ظهوره وعن بعض أبرز الأسباب التي أدت لظهوره طيب الآن ما هو الفرق بين الإلحاد الجديد والإلحاد القديم أولا يجب أن اتفق أنه يوجد بعض الباحثين مثلا طون فلين ومثلا ريتشارد أوتسلينغ الذين يعتبروا أنه لا يوجد فرق بين الإلحاد القديم وبين الإلحاد الجديد لكن هؤلاء لا ينكرون أنه يوجد إلحاد الجديد فهم فقط يقولون أنه لا يوجد فرق بين الإلحاد القديم والإلحاد الجديد بينما نجد أن عددا كبيرا من الناس كأستاذ الفلسفة فهناك فرق بين من يجهل ظاهرة الإلحاد الجديد كظاهرة اجتماعية عالمية وبين من يقول أنه لا يوجد فرق بين الإلحاد الجديد وبين الإلحاد القديم نظرا للتشابه بينهما لكن هل يوجد فرق بين الإلحاد الجديد والإلحاد القديم في نظر المتخصصين وإذا أردنا أن نلقي نظرة على تبعات ولوازم ومقدمات ونتائج الإلحاد الجديد والقديم فسنخلص إلى أمرين الأمر الأول أنهما من حيث النتيجة شبه متطابقين تقريبا يعني نتيجة الإلحاد الجديد ونتيجة الإلحاد القديم هي نفي القوى الغيبية نفي الأمور الميتافيزيقية الهجوم على الأديان نفي الإله يعني هذه نتائج يشترك فيها الإلحاد الجديد والإلحاد القديم لكن المقدمات هي تختلف تماما مقدمات الإلحاد الجديد ليست هي مقدمات الإلحاد القديم من ذلك مثلا أن الإلحاد القديم هو إلحاد فلسفي والإلحاد الجديد هو إلحاد علموي رموز الإلحاد القديم جل الملاحظ القدماء تقريبا كانوا فلاسفة بيرت نارد راسل، ديفيد هيوم، فريدريك نيتشي فجلهم تقريبا كانوا فلاسفة بينما الإلحاد الجديد أغلب قادته وأنبيائه هم علماء طبيعيات مثلا إما علماء أحياء، علماء أعصاب، علماء فيزياء فهذا الفرق الأول بين الإلحاد الجديد والإلحاد القديم الفرق الثاني بينهما أن الإلحاد القديم نخبوي والإلحاد الجديد شعبوي معنى ذلك أن الإلحاد القديم كان يستهدف النخبة الأساتداء، الفلاسفة، بعض الطبقات البرجوازية في المجتمع والنخبوية المفكرة أما الإلحاد الجديد فهو شعبوي، يستهدف الشباب، شباب التانويات شباب الجامعات، شباب العاديين، يستهدف عموم المواطنين فهو بهذا الأمر يفترق عن الإلحاد القديم كذلك من بين الفروق، بين الإلحاد الجديد والإلحاد القديم أن الإلحاد القديم طائفي قليلا بمعنى أنه كان يدور في احتكار بين الأساتداء وبعض طفقات المجتمع بينما الإلحاد الجديد هو تبشيري بمعنى أنه صار كأنه دين مسيحي مثلا يقومون بالتبشير له وبالتأليف فيه وبدعوة الناس إليه هذه كذلك من الفروق الواضحة بين الإلحاد القديم والإلحاد الجديد من الفروق المهمة كذلك أن الإلحاد القديم كان مهيكلا يعني عنده أسس مثلا الإلحاد الماركسي هو كان عنده نظر في الفلسفة، نظر في الدين، نظر في السياسة، نظر في المجتمع بينما الإلحاد الجديد هو تقريبا عشوائي لا تجد خيط ناظم يجمع بين أفكار الإلحاد الجديد تجد انتقادات هنا وأفكار هنا وطروحات هناك فهو ليس مرتبا ومهيكلا مثل الإلحاد القديم كذلك من بين الفروق المهمة بين الإلحاد الجديد والإلحاد القديم أن الإلحاد الجديد له طابع موضوي فهو تشكل على صورة موضة على عكس الإلحاد القديم مثلا والذي كان بعض الشباب يخجلون أو يتحرجون من إعلان إلحادهم اليوم نجد أنه من ضمن الموضة حتى تظهر أنك open mind وأن عندك style جديد وأنك مختلف وتفكر بطريقة جميلة ومختلف عن آخرين يجب أن تقول أنا ملحد فهذه من بين الفروق الظاهرة بين الإلحاد الجديد والإلحاد القديم من بين الفروق كذلك بين الإلحاد الجديد والإلحاد القديم أن الإلحاد الجديد هجومي ذو طابع شرس ذو طابع ساخر في المقال الذي نشر سالة 2006 غاري وولف قال أن الجديد في الإلحاد الجديد ليس هو المحتوى الفكري وليس هو الجدال الفكري وإنما الجديد في الإلحاد الجديد هو طابعه الهجومي وطابعه الساخر وطابع الحدة في الإلحاد الجديد حتى أنه شبهوا بالإلحاد العسكري الإلحاد العسكري هو الإلحاد المتطرف الذي كان ينتهجو متللينين وستالين وماوت سيطونغ فهؤلاء كان عندهم إلحاد متطرف يدعو إلى الهجوم فالإلحاد الجديد أيضا فيه هذا الجانب أنه هجومي يهجم بصورة مصعورة على الأديان وعلى أتباع الأديان وعموما كانت هذه هي أهم الفروق بين الإلحاد الجديد وبين الإلحاد القديم فهل يوجد إلحاد جديد؟ نعم يوجد إلحاد الجديد عنده منظومته عنده أدعيائه عنده قادته وتحدثنا عن أهم الفروق بينه وبين الإلحاد القديم في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتحدث عن بعض أشهر أفكار الإلحاد الجديد سوف نعرضها ونعرض كذلك لأهم النقود على أفكار الإلحاد الجديد وننتقدها إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة